السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هدم لكم النهاردة تفسير رؤية طاليقي غاضب مني في المنام أو طاليقي يضربني أو يصرخ علي في المنام في الأحلام يمكن أن تتعرض للكثير من الرؤى والأحلام المختلفة التي تسير في داخلك الكثير من الأسئلة ومن بين هذه الأحلام رؤية طاليق غاضب منك قد يسير في نفسك شعور غير مريح وقد يجعلك تشعر بالتوتر والألأ حول معنى هذه الرؤية فسوف نتحدث في هذا الفيديو عن تفسير حلم طاليقي غاضب مني فتابع معنا قيام الطاليق في الحلم بضرب المطلقة يعد إشارة إلى وجود مشاكل تتطلب الحوار والمصلحة بين الطرفين لذا ينصح بالتحدث للطاليق ومحاولة الإصلاح والتواصل وبحث عن حلول للمشاكل وتجنب الصراعات المتكررة تفسير حلم طاليقي يصرخ عليه تعتبر رؤية طاليقي يصرخ على المطلقة في المنام علامة على وجود مشاكل تنشؤ بينهم يجب على المطلقة الأخذ بعين الاعتبار هذا التفسير وفهم أن هناك بعض الخلافات والاختلافات التي تحتاج إلى حلول كما يجب على المطلقة التفكير في السبب الذي يتسبب في هذا الصراح والتحدث مع طاليقها لحل هذه القضية على المطلقة أن تتذكر أن العلاقة السابقة تعمل بشكل أفضل مما تكون هناك شفافية وتواصل جيد بين الطرفين تفسير حلم طاليقي لا يريد إرجاعي في المنام من بين الأحلام التي تصير فضول النساء كثيرا هي تلك التي تتعلق بالطلاق وتعتبر رؤية طاليق يرفض إرجاعك من إلى بيتك يشير أيضا هذا الحلم إلى الرغبة في العودة وطمأنين بالبشارة والنجاح ولكن ينبغي الانتباه إلى تفسير الحلم فأنه يختلف من شخص لآخر تفسير حلم طاليقي لا يريدني فهذا يشير إلى المشاكل التي واجهتها خلال الزواج وربما تعكر العلاقة بينهما ولكن التفسير لا يعني بالضرورة أن المرأة لا ترغب في الرجوع إلى طاليقها بل يمكن أن يعكس ندم الطرف الآخر على فراءها ورغبته في العودة إليها ومن المهم أن تتأكد المرأة من توضيح مشاعرها ونواياها قبل اتخاذ أي قرارات حول العلاقة السابقة تفسير حلم طاليقي بيهرب مني رؤية المطلقة لطاليقها بيهرب منها في الحلم دلالة على الرغبة في الابتعاد عن المشاكل والخلافات القائمة بينهما وتخطيها بالطريقة الصحيحة فإذا كان لدى الطرفين الرغبة في العودة إلى بعضهما فالابتعاد المؤقد يمكن أن يساعد في إدراق الأمور بشكل أفضل وتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع علاوة على ذلك إذا كانت المرأة تخشم وجهة طاليقها ربما تعني الرؤية أنها تسعى للحفاظ على سلامتها العاطفية والنفسية وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته